السلام عليكم ومرحبا والف مرحبا بكل متابعي قناة شيهوات فطيما مرحبا ايضا بالمشاهدين الجدد اليوم ان شاء الله سننزل معكم البريوش اللي سبق لي ونزلته معكم في حلقة سابقة فكان جدد الاعتدار ديالي لان نزلته بدون صوت يعني كان واحد الخطأ او لا عطب تقني صراحة خارج على ارادة ديالي فكان اعتذر منكم للمرة التانية وان شاء الله اليوم نكون موفقة بس نشرح لكم الوصفة كاملة صوت وفيديو ايضا فكيف ما كاتلاحظو معايا هذا هو الشكل اللي كانت تحصل علي للبريوش كي يجي هائل بحشوة كريمة الحلواني ايه الكريم باتيسيغ اللي كانت تعطيه واحد لدة رائعة كي يجي خفيف بمكونات اقتصاديا وبسيطة متوفرة في كل بيت والنتيجة كيف ما كاتلاحظو معايا هائلة بالنسبة للحشو فكيبقى اختياري ممكن تخدمو يعني بريوش بشكل عادي على شكل قريصة صغار تعملو اللي مكحشو اما المربة اما الشوكولاتة المهم حسب اللي متوفرة عندكم انا فقد كنتشارك معاكم مرة مرة هكذا افكار كشكل من التنويع فقط فباشتعرفوا معايا طريقة تحضير هاد بريوش ما عليكم غير تتبعوا معايا خطوات الفيديو خطوة بخطوة وان شاء الله نخليكم مع الوصفة وفرجة ممتعة فبسم الله على بركتي الله كخطوة اولية إلا بغيتو تخدمو البريوش في العجانة الكهربائية فكيبقى لكم الاختيار وبما أن الكأس ديال مولينيكس ولي متوفر عندنا كاملين بدون استيتنا فدائما كنحاول نخدم معاكم بهكذا وصفات باش هكذا كنبسطوها هكذا كنوصلها لكم بشكل بسيط لي ممكن لأي واحد يجربها فكن ناخد ميتين وخمسين ميلي من الحليب اللي تيكون دافئ يعني أرابعة ديال الحليب دافية كنضيفها على الكس ديال مولينيكس ومن بعد كنضيف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أي الخميرة ديال اللي عجينة إلا كان عندكم الجو بارد بزا فكتخدمو حتى للملعقة كبيرة ونص أو لا أربع ملعقة المهمتما لقياس عندكم ميزانكم على حسب بدرجة الحرارة اللي عندكم ضفت أيضا ملعقة كبيرة من السكر قللت نسبة السكر لأننا غنعملوا الحش وحلوة وأيضا كان ضيف خنيشة من سكر مناسة بالفانيليا مايو عادي لسبعون سجرام قبيصة صغير من الملحم كان ضيف بيض بيض على الخليط اللي في الكاس وبالنسبة للصفار فغاد نحتفظ به احتلت تيم طلوصة باش هكدا كندهنو به الوجه ديال البريوش فهذا المرحلة دائما نخد الملاحظة بعي الاعتبار ذك الصفر ديال البيض كنضيف عليه قطرات من الخل وكنطرب مع بعض اياتهم جيدا اللي كنحطف به جانبا باش هكدا مني كنرجع لي من البعد باقي القوش واحد القش رقص حت كونات في الفوق عندي ايضا البيض التانية غادي ناخد منه احتى البيض فقط هو اللي غادي نضيف للكس ديال المولينيكس على باقي المكونات ودك الاصفر ديال البيض غادي نحطف به جانبا حتى نتهي من المرحلة ديال العجين ديال البريوش وغادي ندوز باش نحضر به كريمة الحلواني هنا عندي نصف كيلو من الدقيق الابيض المخصص للحلويات كمرحلة اولية كان ناخد من هذ نصف كيلو ثلاث ملاعق كبار من الدقيقة وكان حاول نحن هذ المكونات جيد مع بعض ديال بالنسبة لنصف كيلو فهي مضبوطة ديال الدقيقة الى كانت مثلا العجين مرخوف بالقيس فكتضيف ثلاث فتات مكونات وصفة لمهم القياس عندكم ميزان ستلاحظ معي العجين كيف يكون القاوام ديال هنا من بعد طحنت المكونات جيدا كتبال لكم واحد الرغوال فوق هنا كتأكد بان ره الكل طحن جيدا كنصب الخليط السائل ديال نصف على جانب و بالنسبة للمولينكس عملت فيه الماء بارد يعني من الروبيني مباشرة وضفت عليه قطرات من الخل صب يمكن ميكسي مع بعض اياتهم جيدا حتى نحس بان ذاك الكأس يعني ما بقت فيه تحاجة لاصقة باش هكذا نشل الكأس ديال من بعد و نحط على جانب نقي كي يشعل كيف ما تلاحظ مع هذا الشكل حتى نتا نغسل الأواني ديال نقل قو نقل 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 غير بالصابون يعني ما كي محن ما تش حاجة ما كتلسق في تش حاجة هنا غدا نضيف الضقيق لما تبقي عندي على دفوعات و كنحاول نجمع العجين ديالي و كيف ما كتلاحظ معايا فالقوام ديال العجين كي كي خفيف عجين رخوة و في نفس الوقت متماسكة كيف ما كتلاحظ معايا كنضيف عليها ملعقة كبيرة من الزبدة من الأحسن تكون زبدة لينة يعني زبدة و درجة حرارة المطبخ أنا خدمت بزبدة ديال البواطن ولكن مطفرة زبدة حيوانية فممكن تخدمو بها يكون أحسن صاف هنا كنحاول نبدأ نخبط في العجين كيف ما كتلاحظ معايا بحال الشكل تقريبا ديال العجين ديال المسمى حتى كنتأكد بأن دخلات في هالزبدة و و دل كتلينا جيدا يعني ما كتتمح نمت شي حاج هالطريقة و كتعط ننتج مزيان البريوش هنا يبواطن وضعت فيها قطارات من زيت نباتية صافي وهكذا نوضع فيها العجين على هاد الشكل كنقف العلاج جيدا و كنخلي على جانب باش هكذا كتزم تلزم هذيك العجين جيدا و كتت تختام لنا و كتضاف الحجم ديالها بكل سهولة وبسرعة ايضا ممكن ايضا تخدموا بالكوكوت الى بغيتوا لحسب اللي بغيتون هنا بالنسبة اصفر بيضاء اللي احتفنا بيه في الاول كيف ما لحطو معايا وايضا كنضيف ملعة ونصف من السكر الخاشين اي سكر سني ايضا و ملعة ونصف من بودرة كريمة الحلواني او لا بودرة النشام ام مثلا نشيل ما كاشم تغفر عندكم كريمة الحلواني بودرة ولكن من احسن لك كريمة الحلواني بودرة يكون احسن لان تعتار لان اصفر كريمة الحلواني بنسبة كميات السكر فهي جد مضبوطة انا ما كان كتر سكر بزاف في الوصفات يعني ندير القياس نفضل تجي الحاجة ناقصة في الحلوة او تجي حلوة بزاف كتقهر اذا كانت حلوة بزاف احسن تكون حلوة ناقصة بالنسبة للمقادرة التي اعطتكم من العجين حتى الهنا رها مضبوطة وكتجي حلوة هي هذيك نضيف خنيشة من سكر مناسة بالفانيليا نحرك الكل جيدا حتى لا يبقى لدي اي تكتولات ديال الكريمة البودرة في الاسفل ديال القاعد ديال الكسرولة ومباشرة على نار متوسطة كان نبقى بالتحريك المتواصل حتى كان تحصل على واحد الشكل كريمي للمكونات كيف ما كتلاحظ معايا عادي باش كنزول الكسرول على النار وكان ضيف عليها ملعقة صغيرة من الزبدة ومن بعد نخلط المكونات جيدا كيف ما كتلاحظ معايا على هذي الشكل حتى كان تحصل على واحد الكريمة تكون ملسة ويعني تكون ناجحة لديدة بزاف كنوا متأكدين نهائيا ما كتكون فيها الريحة ديال لبيض بالنسبة للأشخاص اللي ما كيعجبو مش مثلا الزفريات ديال لبيض فكنوا متأكد ما كتكون ش بتاتا كان بقوا كنحركوا ديك الكريمة حتى كتبرد لنا تماما عاد بايش كنعملوها فلا بوش ما تعملوها فلا بوش ويسخون ما تخدموش بها ويسخون نيها يعني حتى كتبرد تماما الوقت للكريمة كتبرد فيه راه العجينة كتختامر في نفس الوقت يعني غير اعطوها رحتها ومرة مرة كتبقوا وتحركوا الكريمة ديال كم باش هكذا ما كتقصح لكم ولام مثلا اضبوها جانبا كتبقوا كتبقوا لتشكلوا القريسات او البريوش ديالكم فكيف ما لاحظتم معايا خرجت نسبة الاختمار اللي كانتم تكون ليا في العجين نسبة الهواء من بعد قسمت العجين الى كويرات كانت متساوية دائما بالاستعانة ديال شوية ديال الزيت انا كيعجبني مني نبغي نشكل البريوش ديما ندهل اليدين ديال بالقليل من الزيت النباتية صافي نبدأ نقرس هذو الكويرات اللي عندي ديال العجين ومباشرة نوضعهم على لاطا اللي كان نفرش لها ورقة الزبدة وكيف ما كتلاحظوا معايا فات حصلت على 16 الحب من البريوش نغطي على بمين ديال وكن خليها 15 دقيقة تقريبا يعني في الاول مني كان اعطوا العجين ديال البريوش ديالنا الوقت الكافي باش كي يختامر من بعد مني كان شكلوا البريوش فبصرعة كي يختامرنا المرات التانية ما كي ياخد شي معانا كتر من 15 دقيقة من بعد كان جيب كأس اللي كان اغتصل لها القاعد ديالو الدقيقة فما الفيديو بالنسبة لذلك الصفر ديال البيض اللي احطبنا بيحت هو كندهنو بيها الجوانب ديال البريوش على هاد الشكل كندهنو مجيدا ممكن إلا بغيتوا تخليوا تال خرعة ديال باش الدهنو ولكن انا كان فضل ندهن في هاد المرحلة البريوش على هاد الشكل باش مني كنوضعوا الكريمة صافية كنوضعوا ما كتقيساتيش حاجة لا زنجل لا البافو مثلا اي حاجة يعني كتكون ديال الكريمة واضحة من الفق كما حطط كما كتبقا دردرت القليل من الزجل اللي كيكون ملون فحتوان طوفر في المحلات اللي كيبيعوا المستلزمات الحلويات بالنسبة لتما ديرو ما غاليش رأي ابتداء اي حاجة البنات ديال الباتيسري كتشوفوها كتعجيكم بغيتوا مثلا تجربوا بالوصفات فممكن كتتاخدوا من 5 دراهم كتتجربوا عجباتكم مرة مرة جي كتتاخدوا من أكتر ما عجباتكم شصافرات جريبة ودازت كتشوفوها كما لاحظتم معايا عبقت هذه الكريمة في الوسطة مباشرة الى الفرن وضعت اللاطة كيفما لاحظتم معايا تحمرت جيدا على هاد الشكل من فوق ومن تحت صافي كنخرج اللاطة من الفرن كنخلي البريوش ديالي حتى يبرد تماما ومن بعد كندردر عليه القليل من السكر بودرة غير شوية على الكريمة في الوسطة كيفما كتلاحظوا معايا بالخاطر وباللاتي صافي وهنا كيصبح البريوش ديالي جاهز كنقدموه بصحة وراحة انتمنا شاء الله تتعطي منظر جميل في العين فهذه هي وصفة اليوم انتم شاء الله تنال إعجابكم تجربوها علش لا تشاركوها مع أحبابكم إلا عجباتكم إلا عندكم أي اقتراحات لأي وصفة أريد أن أحضرها معكم إن شاء الله في الفيديوهات القادمة فمعليكم غير تخليوا لي تعليقاتكم وأيضا أرائكم فخان التعليق فكان قوليكم بسلام عليكم وفي أمان الله لحلقة قادمة إن شاء الله